متابعيني إهلا وسهلا فيكم يا مرحبا بالجميع الليلة قصتنا شيقة فيها مواعب وإن شاء الله رح تعجبكم لكن قبل ما قل قصتي اذكر الله وصلى على رسول اللهم صلي وسلم على محمد هذه واحدة تقول أبرو لكم قصة أمي وانتظر رأيكم السديد لعلي ظلمتها تقول أنا مشتتة مضطربة أكثر منها أتمنى عدم التجريح وانتظر ردودكم بداية قصتها تقول أمي من عائلة طيبة حالتهم متوسطة هي تملك أجمل وأرقى وأطيب أبو أمو أخوان وخوات عندها أثنين أخوات أكبر منها تزوج وبعد ثالثة نمو باشرة تقول في ذلك الوقت تقول جاء لأمي عريس تقدم لها تقول ما شاء الله هي كانت فؤولة ثانوي تقول العريس ما شاء الله شاب كل واحدة تتمنى لكن أمي فجرتها وصارحت أهلها بحبها لولد جيرانهم وأخو صديقتها طبعا تقول أهلها اعتبرها مراهقة وارفضوا تقبل هذا الكلام خصوصا أن ولد الجيران معروف في الحي بصمعتها سيئة من التفحيط والصرقات والمضاربات تقول حاولوا أهلها قناعها بالعريس اللي متقدم لها لكن رفضت وهددتهم بالانتحار تقول بعد فترة تقدم لها ولد الجيران تقول أهلها عاشوا في كرب وهم منها تقول عاطوا رفضوه وحلفت وقررت أنها تروح معه بدون زواج لدرجة مسكوها أكثر ممرة تحاول الهروب معه تقول اضطروا هلها يوافقون ويزوجونها خوفا منها أنها تتهور وترتكب شي محرم تقول راحت مع الحب اللي هو الآن أبوي تقول تزوجت أبوي هي صغيرة وأبوي غير موظف وعشان تبعد عن الحي اختارت هي وبوي أنهم يسكنون في شقة صغيرة عند أخوه الكبير في بيته يبعد عن الحي حق أهلها وأهله أكثر من نص ساعة تقول حملت أمي فيني وكانت ظروفهم جدا صعبة وعانت معها كثير وتعصرت ولادتها فيني وهي مقاطعة أهلها من أول أيام زواجها لكن يوم شافت الموت في ولادتها اتصت على جدتي اللي هي أمها من التلفور المستشفى وكانت تبكي بحرقة وتقول سامحيني يا أمي أنت وبوي ولاتي تعصرت أخاف أموت طبعا جدتي حنونة انهارت ونست كل شي على طول راحت هي وجدتي عندها في المستشفى لقوها حتى ملابس ما عندها زي الناس ولا أغراض مولود وجسمها ضعيف تقول سبحان الله تقول بعد دعاء جدتي في ذيك الليلة يسرت ولادتها وطلعت على وجه الدنيا وكنت البنت الأولى لأمي وأبوي طبعا خالاتي مباشرة جابوا أكل وملابس لأمي وملابس لي وشنطة وغراض لأن حال أمي يصعب على الكافر وفوق هذا كله أبوي رفض أن أمي تروح عندهم وفترة النفاس فيني رجحها البيت على طول طبعا صارت جدتي وخالاتي يجون أمي في غياب أبوي يرتبون بيتها المتهالك ويشترون لها نواقصها ويجبون لها كل أنواع الأكل والملابس ويطلعون قبل ما يجي أبوي بعد ما صارت أمي أحسن قالت لهم خلاص لا تجوني زوجي بيسع علي أخاف يتركني هم أنسى تعاملهم معه ما زالت تشوف أن أهلا هم الغلطانين في رفضهم له طبعا بعدها أبوي توظف الحمد لله وأمي جابت بعدي على طول ثلاث عيال وأولاد طبعا سنة تحمل وسنة ترضع وأبوي رافض أنها تستخدم موانع لدرجة آخر ولادة في آخر ولادة أمي جاها نزيف الرحم وكان بيستقصرون رحمها وكان وضعها الصحي ما لا يسمح أنها تحمل مرة ثانية عندها نزيف حاد أو خطأ طبي مع انشغال أمي فينا وتعبها وكلنا نصار رجع أبوي لطريق غلط وخيانات ومشاكل وكان بيتنا عبارة عن مجزرة ضرب وسجن ويقفل علينا وأمي معها حادة ومعصبة وصواتهم عند الجيران وهي مقهورة من أبوي تفرغ غضبها فينا وكانت تضربني ضرب هستيري رغم أن كان عمري ست سنوات كنت ساعدها في أخواني لكن كنت سبحان الله في يوم الأيام جاء أبوي ودخل عليها وضربها وطيحها مع الدرجة تعورت والجيران نقلوها على طول في الإسعاف وصل الخبر لأهلها ومن قهر أخوها جاء وضرب أبوي وأبوي اشتكى عليه وسجنه ورفض التنازل وينحكم على خالي ستة أشهر أمي بعد ما بدأت تخف وتصحى من تعبها للأسف تنازلت عن أبوي وقالت لأهلها اتقاء شره طبعا أبوي طلقها ورجعنا إحنا وأمي عند جداني أهلها وكانت أجمل أيام عمري سجلت في مدرسة عندهم وجدتي تستقبلني وتودعني في الصباح وتفطرني وأجي وإخواني في حضنها أبوي رجع أمي على ذمته قبل نهاية العدة حاولي رجعها لكن أهلها رفضوا أنها ترجع مرت أسعد أيام عمري السنة من الحب والحنان والدلع والهدوء النفسي والروحي مع جداني وخالاتي بعدها في يوم أعتبرها لأتعس من حياتي في إجازة آخر العام آخر الليل أمي واضح أنها كانت متوترة بكل هدوء نزلت من البيت جداني وأنا وأخواتي ما ندري وين تروح إلا وتوقف سيارة أبوي وتهرب معي تقول ما أنسى ذيك الليلة وكأني عارفة رغم صغر سني أنها بداية تعاسة جديدة هربت أمي مع أبوي بغير إذن أهلها وبدون رضوة ولا صلح أبوي حلف ما يدفع لهم ريال وأحرجت أهلها قهرتهم مرة رجعنا استاجرنا بيت ثاني وفي أول شهور كان أبوي تمام وإذا العمي يهتم فيها لكن بعدين رجعنا للحياة المؤلمة واستمر الحال كذا على هذا الحال مشاكل وضرب إليه وصلت خامس ابتدائي في يوم كنا مسافرين بنحضر عرص واحد من عماني وقبت مشكلة بينهم في السيارة وأبوي حار وعصبي ويفقد شعوره وأمي كذلك وقام أبوي وسط خط صفر ووقف السيارة وجر أمي بر السيارة وأنا وأخواني نبكي وما أنسى كنت أضمهم وأحاول أغطي على عيونهم توقعت أني أدعسها وبعدها ركب أبوي وتركناها ورانا ومشينا وكنا نبكي بصوت واطي نخاف يرمينا في البر بعدها أمي لقيت فاعل خير ووقف لها وبلغ الشرطة وأخذوها وتواصل مع أهلها وبعد فترة أبوي رجعنا لها وعشت مع جداني إلين دخلت المتوسط وكالعادة جدتي وجدي حاطينا في عيونهم رغم زعلهم من أمي وهي ما كانت تبرهم ولا تقدم لهم أي خدمة ولو جلست معهم تتمشكل ما كانت تقبل منهم النقاش ودائم تتزاعل مع خالاتي إذا قالوا لها أنت غلطانة وتتهم جدي وجدتي أنهم يحبون أخوانها وأخواتها أكثر منها كنت أشوفها أنها غلطانة وتقهرني لكن أسقط أبوي غاب عنها ولا عاد عرفنا أخباره رجع بعد سنتين وليتما رجع عرفت أن أمي بترجع له وقيت لا لو رحت معه هذه المرة ما راح أن أروح معك أنا وأخواني أوجعتني أمي كثير في حياتي ومشت كلمتها وهربت معها بدونها بالصدق ما فقدناها أبد لكن بعد شهور خال الكبير قال لازم ترجعون مع أمكم وابوكم لأن جدي وجدي تتعبوا وصار قبار أمي قسرت قلوبهم توادعت منهم وكأن يودع قطعة من روحي حتى هم حزينين لكن ما عاد يقدرون على مصروفنا ودارسنا وأكلنا ومذاكرتنا رحنا لأمي وأبوي ومشت الحياة يوم زين وعشرة شينة للمعلومية أهل أبوي طيبين جدا لكن أبوي مقاطحهم بلا سبب في فترة الثانوية توفت جدتي أم أمي وحسيت الدنيا وانتهت في عيني أنا وأخواني حزننا عليها أكثر من بنتها لهي أمي وبعدها بشهور انطفت شمعة حياتي مات جدي أبوه أمي وأخوي قاعد مرافق معه شهور لدرجة كان يقول له أخوي برضى على أمكم بسبب أنكم أنتم عيالها لكن خسارة أن تكون أمكم بدأت تتحسن حياتنا أبوي تعدل كثير وصار عندنا فلوس الحمد لله ودخلت الجامعة ونقلنا من بيتنا وتعرفت أمي على جارتها وصارت قريبة منها أنا بصراحة مرتحت لجارتها لأن علاقتها مع أمي قوية ليل ونهار وصهرات وجمعات وسوالف أبوي تعدل أمي بدأت تختلق المشاكل وتدور الزلة كذا حياتنا فرحة ما تكتمل وراقبت أمي وصرت تجسس عليها وهي جارتنا واكتشفت أنها تقنعها أنها تطلق من أبوي تتزوج أبوها لأن أمها توفت أبوها مو كبير مرة ويبغى واحدة أربعينية ما تنجب أبوها مقتدر بعيشها عيشها حلوة ولا يبوني يتزوج من أقاربهم أمي اقتنعت أمي تعرف أن أبوي حار وعصبي وقدرت أنها تستفزه وطلقها ومرت العدة وزي الكابوس علينا أمي تتزوجت وصافرت وأبوي من القهر صار يحط حرته فينا ويسبنا ويقذفها ويقولوا فيها كلام فضيع قدامنا ويسب حتى جدي وجدتي في قبورهم تخلت عنا بكل سهولة بعد هذه السنوات كان بإمكانها تختار لنا حياة كريمة بعيدة عن أبوي أدري الزواج قسمه نصيب لكن الإنسان قرار هو الذي يجني على نفسه أو ينجيها أنا أكره أمي وحاقد عليها تعبت أربي إخواني والآن أنا على وشك تخرج وهي رجعت حاول تكلمنا تتسامح مننا تبي تعوضنا على قولتها الحمد لله أبوي صار معنا أفضل وإخواني كويسين ناجحين حياتنا هادية مستقرة لو أنتم في مكاني إيش ممكن تسوون أمي تضغط عليه تبي تقابلنا ونزورها داخلي عليها قضب وحزن وكسرة أخاف ترجع لحياتنا وتخرب مرة ثانية أخاف تشوفها وتقلب عليه المواجع أنا مع أبيها وإخواني كذلك غير النبوي لو عرفنا نتواصل معها ممكن يطردنا أو يهجرنا ومعنا غيره أمي ممكن تتخلى عننا وترمينا في أي وقت ومن ناحية أخاف العقوق أنا في هم وشلت مسؤولية أكبر من عمري الله لا يسامح كل أم تنجب وهي بقد الأبناء والتربية اتقوا الله في أولادكم وأحسنوا خياركم أنا صراحة أقول أرجع لأمك وسامحيها مهما كان هذه أمك صح لي سوت خطأ وغلط والله إن شاء الله